الهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعذ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا إلى المحكمة بعدما احتدم الخلاف بين الأخوين وحين حكم القاضي للأخ الأصغر بكى الأخ الأكبر في المحكمة حتى ابتلت لحيته بعدما خسر القضية أمام أخيه لم تكن تلك الدموع لأنه خسر مالا وليست القضية أصلا خلاف شقاق وإنما كانت لأن القاضي قد حكم بعد جلسة طويلة للأخ الأصغر برعاية أمهم العجوز لأنه هو الأقدر على رعايتها فبكى الأخ الأكبر بكاء حارا لفوات الأجري وكان قد اتفق على أن يكون القضاء حكما بينهما لما أصر كل منهما على رعاية أمه العجوز وأن تكون في كنفه وهي لا تستطيع التنقل بينهما فلا نامت أعين العقين بر الآباء والأمهات كان سلفنا رحمهم الله عندهم شيء عظيم من هذا وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قالوا هذا حارثة بن النعمان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر وكان أبر الناس بأمه رواه أحمد وهو حديث صحيح بر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات الموصلة إلى الجنات به تغفر الذنوب وتستنزل الرحمات وتكشف القربات ويتسع الرزق قرن الله شكرهما بشكره أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وأمر بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك فقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقرن رضاهما برضاه فرضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان عقوقهما من الكبائر فقال محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين رواه البخاري ولم يؤخر عقوبة العقوق إلى الآخرة بل هناك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق حديث صحيح ومن لم يدخله بر والديه الجنة فهو ذليل رغم أنف مرئ أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم كان سلفنا رحمهم الله من أبر الناس بوالديهم كانوا يعظمون حقهما ويرون أنه مهما فعل الولد معهما فلن يوفيهما حقهما رأى ابن عمر رجلا يطوف بالبيت حاملا أمه يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال الرجل يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة حديث صحيح كانوا يعلمون غير متوقير الوالدين أبصر أبو هريرا الرجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمي باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله إذن يناديه بكنية توقيرا واحتراما ونحو ذلك كان طلق بن حبيب يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته كان ابن سيرين إذا كان عند أمه خفض من صوته وتكلم رويدا بعض السلف أعتقى عبدا لأن صوته على يوما صوت أمه بلا قصد كانوا يلبون طلب الوالدين ويدخلون السرور عليهم ولو كلفهم الكثير من المال بلغت النخلة في عادي عثمان ألف درهم قال فعمد أسامة إلى نخلة فنقرها يعني قطعت ونقرت من الداخل داخل الجذع وأخرج جمارها وهذا قلب النخلة وكان عندهم أكلة معتبرة فأطعمها أمه فقالوا له ما حملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألفا فقال إن أمي سألتنيه ولا تسألوني شيئا أقدروا عليه إلا أعطيتها التواضع عجيب كان حيوة بن شريح وهو إمام رباني فقيه شيخ مصر يقعد في حلقتي أمام الطلاب الكثيرين يعلمهم فتناديه أمه من البيت يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج فيقوم ويذرك المجلس ويلقي الشعير للدجاج ويرجع إلى الدرس إكرام أصدقاء الوالدين هذا عندهم شيء مفروغ منه بن عمر لقيه رجل من الأعراب بطريق مكة فسلم عليه وعبد الله وحمله وعلى حمار كان يركبه وعطاه عمامة كانت على رأسه يعني أهداه الدابة والعمامة فقال ابن دينار لابن عمر أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون أبن يسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة أهل الولد أهل ودي أبيه ماذا نفعل نحن اليوم ماذا لدينا يوجد لدينا حالات عظيمة نفيسة من البر كما عرفنا في أول حلقتنا ولكن مع الأسف هناك أيضا من يؤذي والديه يدخل الغم عليهما اللعن السب يعني معاملة الخدم بل ربما قال لأصدقائه هذا المزارع أو العامل إذا مر أبوه من بعيد لأن شكل الأب في نظره لا يليق قضية التمرد طبعا الإيذاء بأنواعه الشتم التقصير في حق الوالدين التنكر لهما تقديم طاعة الزوجة على طاعة الوالدة تقديم الصديق على الأب يضع أمه في مشفى حتى تموت يرمونها بلا سؤال عنها وضعها في حجرة تحت السلم مع الفئران يوضع الأب في مستودع في حوش البيت يذهب إليه بالطعام فقط وهكذا يجب أن نصحح أوضاعنا وإلا عاقبة العقوق في الدنيا قبل الآخرة نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يرحمنا وصل الله على نبينا محمد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر